صباح الخير ازا كان اه صبح يبقى صباح الخير ازا كان بتسمع الفيديو ده بالليل يبقى مساء الخير على كل الناس وكل حبيبنا اللي مشارفين على قراتنا قناة نبض المعلومات على اليوتيوب. اه في مشكلة حصلت على اه ادوات مشروف المواقع اللي هي خاصة بالاتش تي تي بي اس وخلينا نشوف بس المشكلة اه لان في ناس كتيرة جدا ظهرت عندها المشكلة بعد التحديث الاخير بتاع اه ادوات مشروف المواقع. اه خلينا نشوف دلوقت يا شباب المشكلة اللي هي حصلت وهل هي فيها خوف ولا لا. لو دخلنا كده على دوت مشروف المواقع هنلاقي ان اه مكتوب ان اتش تي تي بي اس غير صالح ما قد يؤثر الى عدم فرصة عنوان يو ار ايل. المشكلة دي يا شباب اه بتيجي ازاي لو انا مسلا جيت على الموقع بتاعي او المدوانة بتاعتي وخدت مسلا اه عنوان لموضوع معين او مقالة معينة خلنا نتخش مسلا على الموقع بتاعنا كده. تمام? ولو جينا اخدنا الرابط بتاع المقالة. تمام? سواء كان على او لو جيت خدت انا رابط المقالة بالشكل ده وروحت كده على ادوات مشروف المواقع وعملت كده بحس. عشان اشوف المقالة دي او الموضوع ده مقارشف ولا لا? هلاقي اه الموضوع مقارشف او غير مقارشف? لو جيت هنا تلاقيته اغض بالاخضر برضو هتلاقي نفس المشكلة ونزلت تحت كده شوية هتلاقي نفس الكلام وممكن تلاقيه لسه ما اتقارشفش وتلاقي برضو نفس الكلام زي ما انت شايف دلوقتي قدام حضرتك. طيب المشكلة هنا ايه? لو انا ضغطت كده على او المشكلة دي. اللي ظهر اللي هي على اه ادوات مشروف المواقع. هنزل تحت هنلاقي في رسالة هنا اه بيقول لك لم يتم تقييم صفحات طيب اه هنا المشكلة دي اه هل هي مشكلة اه او اخاف ان انا يكون عند مشكلة في الموقع? لا طبعا لو عندك نفس المشكلة لم يتم تقييم صفحاتك على اه ادوات مشروف المواقع فهي دي مش مشكلة خالص. لو جيت انا على الموقع مرة تانية ورجحت كده على الصفحة الرئيسية للموقع ورجحت على مقالة قديمة هنشوف دلوقتي اه التحديس الاخير بتاع ادوات مشروف المواقع اللي حطوا او عملوا البرتوكول ده عشان بس نبقى فاهمين الموضوع. لو جينا هنزلنا تحت كده يا شباب انا خدت اول مقالة طبعا حصيت معايا المشكلة دي سواء كانت موارشفة او غير موارشفة. خلنا اخد مقالة جديمة شوية. يعني ناخد مقالة تكون منشورة من مثلا من تلات ايام. الموضوع ده منشور من تلات ايام. هندخل كده وهنا ناخد الرابط بتاع المقالة. اهو. ونروح تاني على على ادوات مشروف المواقع. هنبحث على الرابط. نشوف هل مقارشف ولا لأ. انتظر. لحظوا كده حتى العنوان هنا مش مقارشف لو نزلتك تحت هنا هتلاقي برضو. طيب خلينا ناخد بس ناخد عنوان تاني او مقالة تانية تكون آآ جديمة شوية. اصلا عندي الموقع هنا بتنزل فيه مواضيع على طول باستمرار على الصفحة الاولى. فانا هنا هتطر ان انا اخد آآ اعلان يكون جديم او موضوعه جديم شوية. طبعا انت هتلاقي عندك المقالات الجديمة وانت عارفها. آآ المقالات القديمة عندك فانت هتعرف تميز بسرعة. فاحنا هنا هناخد مثلا الصفحة التالتة. عشان نرجع بس شوية الوارع عشان ناخد مقالة تكون مقارشفة وتكون جديمة شوية. خلي مسلا ناخد آآ الاعلان ده. اهو المقالة دي. هناخد الرابط بتاعها بالشكل ده. تمام نسخ. وانا نرجع على دعوت مشروف المواقع. ونجل له بحس. نفس الكلام. طيب هتلاقي انا عندي اصل ايه? الموقع عندي آآ بيبقى عبارة عن. هناخد بس اي حاجة تكون قديمة. هنشوف حاجة تكون قديمة قوي. تكون تقرشفت على جوجل. عشان بس اوريك المشكلة ان دي مش مشكلة يعني. هتلاقي عندك آآ على طول انت من جرد ما انتبحس هتلاقيها زار عندك. بس انا احابب اوضح بس لحضرتك المشكلة. هناخد مسلا عنوان كده وانا راح نبحس تاني كده. نشوف مقالة عندي او موضوع يكون مقارشف. تمام اهو يا شباب. ده عنوان مقالة مقارشف. مقالة جديمة. تمام? لو نزلت تحت كده هنلاقي ان المشكلة مش موجودة. ليه? لا بصة حتى تلاقي الاتش تي تي بي اس معمول على علامة اخضر ونزلت تحت ما فيش اي مشكلة. فانت هنا الموضوع مش مجلق خالص ما تجلقش من اي حاجة. يعني ظهرت لك المشكلة آآ اللي حضرتك شفتها من شوية دي. ما فيهاش اي قلق خالص. لان هو بتياخد بس بعض الوقت اللي هي انا برتكول آآ اني برتكول الاتش تي تي بي اس غير صالح. فهي بتاخد شوية وقته شوية ما راجعة ان البرتكول بتاع الحماية بتاع الدومين عفوا البرتكول بتاع الحماية بتاع الدومين اللي هو في اول الرابط هنا يا شباب اهو تمام البرتكول ده مش بيبقى متعرف آآ على الصفحة في جوجل. فهو بيجيب لك المشكلة دي آآ ان ظهرة عندك مشكلة. طالما هي بيقول لك لم يتم ما تقييم صفحتك الاتش تي تي بي اس على جوجل. آآ طبعا هو بمجرد بس ما يقرشف المقالة بيكتشف ان الاتش تي تي بي اس شغالة وكويسة ما فيهاش اي مشكلة. فبتلاقي ان المشكلة راحت زي ما انت شفت من شوية على اخر مقالة اللي احنا شفناها مع حضراتكم اللي هي مقارشفة. انا قلت لحضرتك لازم تشوف مقالة جديمة شوية تكون مقارشفة على جوجل عشان تعرف تحدد المشكلة هلأ هي مشكلة عندك ولا لأ. لو انت لاحظوا كده ان هي اي مقالة جديمة عندك هتلاقي ان المشكلة ما فيهاش آآ يعني مش هتلاقيها اصلا والاتش تي تي بي اس هتلاقيها شغالة. فهو الموضوع يا شباب ما فيش اي حاجة وما تجلووش من الموضوع ده لان هو موضوع آآ بس تحديث من آآ ادوة مشروف المواقع مش اكتر او تحديث من جوجل فهو موضوع مش موجود لك. آآ ده كان موضوعنا النهاردة لو حبيت تسألها ليا حاجة سيب لي اسفل فيديو في الديسكريبشن اسفل ديسكريبشن سواء لحضرتك وانا بنجر ما انا اشوف سواء لحضرتك هرد عليك. ده كان موضوعنا النهاردة وحبيت اوجه بس حاجة بسيطة آآ عشان الناس اللي هي الآن يا ما بتلاقي البرتقول آآ في ادوة مشروف المواقع مش شغال او في مشكلة على المقالات. آآ ده كان موضوعنا النهاردة. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.